نأخذ سؤال كده من الطرف البنات تفضلي مولانا جرفل عرف ان يعني الدهب بتاع المتغفية للبنات لا ده عرف فاست الدهب بتاع الست جزء من تركتها ده يمكن هو ده صروتها الوحيدة في بعض الاحيان فالدهب هي عايزة تدي لبناتها تدي وهي حية وهي عايشة توزعوا بقى على البنات والاحفاد وتدهم لهم في الافراح والليالي ملاح ما فيش مانا ملكها تتصرف فيه كيف شاءت تدي دي غواشتين وخاتم ألماظ ودي تلت خواتم ألماظ وما تدهاش غواشتين هي حرة لكن حطت راسها من هنا الكلام ده الكشماجية بقى ترك من هنا حتى لو هي موصية بذلك الوصية حاجة تانية يجب بقى ساعتها علشان ننفذ الوصية بتاعتها إن احنا نعمل شوية إجراءات منها إن نجيب الدهب ده ونقومه ونشوف هو تلت تركتها ولا لا فنفرض إن هو طلع تلت تركتها يبقى لها أن تتصرف فيه حتى ولو للورصة لو طلع إن هو أكتر في التلت بس نعزل التلت منه ويروح للي هي وصت ليه والباقي يبقى جزء من التاركة طب هو ده تركتها كلها ما سابتش إلا الدهب ده يبقى ناخد منه التلت من القيمة كلها كده والباقي يبقى تاركة وهكذا قواعد الميراث يا أخوانا لازم تنفذ لأنه ده حدود الله وده الحق والمستحق ولذلك ما ينفعش فيها الأعراف لكن ينفع فيها التخارج والتنازل والرضا كلنا سمعنا إن هو قال إن دي إنها بتقول ده للبنت دي ومش عايزين نكسر بخطر أمنا في الكلام بتاعها وهو وفقنا أدم وفقنا خلاص ما جراش حاجة الاتفاق حلو افرض إن أنا سبت تركتي كلها لأخوية بيصرف علي ووقف معايا تملي وكده ومش عارفه وماناش عايز أنا التركة دي مش هعرف أديرها ولا جايبة حاجة جزي غاني ومحناش محتاجين الرضا حلو التراضي مفيش مانع لكن النزاع هو اللي فيه مانع وصيف الحياة إن أنا وقت كده يعني إيه بكسفهم يعني بكسف بقية الورصة ما ينفعش يبقى الحاجات دي تبقى واضحة فيه طراضي وفيه رضا وفيه حب كان بها بنعمل اللي احنا عايزينه لكن فيه معيار برجع إليه لما يحصل فيه أي بطلبة بالحق أو أي رغبة في استفاء الحقوق ترجمة نانسي قنقر